وبعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين في فيديو اليوم وبإذن الله سوف نقوم بحل وشرح اختبار الفصل الأول في مادة التاريخ والجغرافية أو الاجتماعيات لتلاميذ السنة الأولى متوسط النموذج الثاني بالإضافة إلى كل من يريد مشاهدة نموذج الأول سوف يكون الرابط في صندوق الوصف والآن لنبدأ مع الفيديو عندما اختبار الفصل الأول في مادة الاجتماعيات الجزء الأول هو أول نبدأ بالتاريخ ثم الجغرافية نبدأ بالجزء الأول هو تاريخ عندي التمرين الأول قال لي أعرف ما يلي أعطاني زوج كلمات وطلب مني نعرفها أول كلمة هي المواقع الأثارية أو الأماكن الأثارية وعلم الآثار علم الآثار نعرف هذا زوج كلمات نبدأ بالكلمة الأولى وهي المواقع الأثارية ما هي المواقع الأثارية؟ المواقع الأثرية هي الأماكن هي البلايس التي تواجد فيها الإنسان القديم خاصة في الكهوف والمغارات وعلى ضفاف الأنهار ومنابع المياه والأماكن ذات المناخ المعتدل وتتبزع فيها أثار الإنسان القديم المواقع الأثرية هي الأماكن التي تواجد فيها الإنسان القديم خاصة في الكهوف والمغارات وعلى ضفاف الأنهار وأيضا أمام منابع المياه والأماكن المناخ المعتدل وتتبزع فيها أثار الإنسان القديم وفي المواقع الأثرية تتبزع فيها أثار الإنسان القديم وبالنسبة العلم الآثار أو بالنسبة الكلمة الثانية هو علم يختص بدراسة البقايا المادية التي خلفها الإنسان ويبدأ تاريخ دراسة علم الآثار ببداية صنع الإنسان لأدواته وهو دراسة علمية لمخلفات الحضارة الإنسانية الماضية وتدرس فيه حياة الشعوب القديمة علم الآثار هو علم يختص بدراسة البقايا المادية يعني في هذا العلم يدرسوا البقايا المادية لخلفها الإنسان القديم وبدأ أو يبدأ تاريخ دراسة علم الآثار ببداية صنع الإنسان لأدواته وهو دراسة علمية عبر عن دراسة علمية يعني يدرسوا مخلفات الحضارة الإنسانية أو كيف كان الإنسان يعيش عند نمط المعيشة نتاعوا في الماضي وتدرس فيه حياة الشعوب القديمة الآن عندنا التمرين الثاني بالتمرين الثاني قال لي عاش البشر الأوائل قبل مليونين ونصف سنة في الكهوف والأكواخ أو الأكواخ البسيطة وكانت مهمتهم الأولى هي الصيد واستخدموا في ذلك أدوات من الأحجار والعظام والحجر الخام يعني البشر الأوائل عاشق بالزوج مليون ونصف سنة يعني نقوله مليوني سنة في الكهوف كانوا يعيشوا في الكهوف والمغارات والأكواخ البسيطة اللي كانت مصنعها من الطين والأحجار وكانت مهمتهم الأولى هي الصيد يعني المهمة تحمل الأولى هي الصيد يعني كانوا يعتمدوا على الطبيعة في كمصدر لكما نقوله الغذاء كانوا يستعدوا أيضا كانوا يزرعوا واستخدموا في ذلك أدوات من الحجار يعني باش يصيدوا كانوا يستعملوا أدوات من الحجار من العظام من الحجر الخام الآن قال لي أذكر أربعة أنماط لعيش الإنسان القديم يعني أعطي أربعة حوائش كان يدرهم للإنسان القديم في الحياة الآن رح نجاوبوا عندنا الإجابة أذكر أربعة أنماط لعيش الإنسان القديم أولا الغذاء عن طريق الصيد يعني الإنسان القديم كان يعتمد على الطبيعة لكي تؤمن له الغذاء يعني كان يستعد الحيوانات كان يزرع كان يقطف صمار كان أيضا عندنا الغذاء عن طريق الصيد كان يستعد الحيوانات ويأكلها يعني الغذاء عن طريق الصيد كانوا صيدوا بالنسبة للعيش أكفا وين كان يعيش كان يعيش في الكهوف والمغارات ممكن نقولوا كان يعيشوا في الكهوف والمغارات والأكواخ البسيطة أيضا وفي الأماكن التي كان مناخها معتدلة وأيضا على ضفاف الأنهار ومنابع المياه نعم الآن بالنسبة للزراعة كان يمارس الزراعة أيضا وكان يعتمد على الطبيعة بيش تأمنه الغباء تعوي كما قلنا وأيضا كان ينقش على الصخور يعني النقش على الصخور كان ينقش ويرسم على الصخور وصنع الألبسة من جلود الحيوانات الألبسة في هذا الوقت كانوا يصنعون من جلود الحيوانات يعني كيصيد الحيوان اللحمن تعوي يأخذه كغذاء أما بالنسبة للجلد الحيوان هذا يصنعون منه ألبسة الآن عدنا التمرين الثالث بالنسبة للتمرين الثالث الكتابة للكتابة تمثل وسيل التواصل بشري تمثل لغة ما عن طريق علامات ورموز معينة ويمكن للرموز المكتوبة أن تمثل اللغة المنطقة عن طريق إنشاء نسخة من الكلام والتي يمكن تخزينها لرجوع إليها مستقبلا أو إرسالها لأماكن أخرى الكتابة تمثل وسيل التواصل بشري يعني من خلال الكتابة نقدر أن نتواصل وتمثل لغة ما هنا هي عبارة عن لغات يعني تمثل لغة ما عن طريق علامات ورموز معينة لكونهما الحروف والحروف هذو تمثل اللغة المنطقة مثلا ألف نطقها عن طريق إنشاء نسخة من الكلام والتي يمكن تخزينها يعني خزنوها إما بشير جعلو لها مستقبلا أو بشير سلوها لأماكن أخرى باشي يتواصلوا مع بعضهم الآن طلب مني إنه نذكر أربع أنواع للكتابة في العصور القديمة الإجابة الآن قل لي أذكر أربع أنواع للكتابة في العصور القديمة رح نذكرهم أولا الكتابة المسمارية ببلاد الرافدين في الشام ثانيا الكتابة الفينيقية أو الأبجدية في شمال إفريقيا الكتابة الهيروغليفية في مصر والكتابة النومية والتي في ناغية شمال إفريقيا إذن عندنا الكتابة المسمارية اللي كانت ببلاد الرافدين في الشام الكتابة الفينيقية أو اللي اسمها الكتابة الأبجدية في شمال إفريقيا الكتابة الهيروغليفية اللي كانت في مصر والكتابة النومية والتي في ناغية شمال إفريقيا الآن عندي الوضعي الإدماجي للسياق في العصور القديمة شهدت الأراضي الجزائرية تشكيل الإمبراطورية القرطاجية والممالك النوميدية قبل أن تمر تحت الهيمنة الجزئية للرومان والوندال والبيزنطيين التعليم الآن أكتب فقرة تتكون من عدة أسطور يعني نحن نكتب فقرة تكون من عدة أسطور نتكلم فيها على كيفية نشئت الممالك الأمازيغية وكيفية توحدت وشكل وحدها يعني ومن فعل هذا الآن بالوضعية الإدماجية في العصور القديمة يعني في العصور القديمة اللي فاس الأراضي الجزائرية شهدت تشكيل الإمبراطورية القرطاجية والممالك النوميدية قبل أن تمر تحت الهيمنة الجزئية للرومان والوندال والبيزنطيين نوميدية هي مملكة أمازيغية قديمة تقع في الجزائر وجزء من تونس وليبيا وكذلك جزء في أقصى شرق المغرب يعني وادي ملوية أو حتى وادي ملوية تم تقسيم النظام السياسي في الأصل بين الماسيل في الشرق والماسيسيل في الغرب ماسي نيسا ملك ماسيليا هزم سيفاكس الماسي سيلي لتوحيد نوميدية في مملكة واحدة وهذا قصد مواجهة الخطر الخارجي ولتشكل نوميدية جيشا قويا فقد كانت المملكة دولة ذات سيادة وقد امتدت نوميدية الموحدة من قرطاجة شرقا إلى وادي ملوية بالمغرب غرب وقد تمكن الرومان بعد القضاء على ماسي نيسا ويغرطة من فرض وصايتهم على المغرب القديم ثم سيطر عليها غير أن سياسة الاستغلال التي نهجتها روما كانت سببا في تزايد حدة المقاومة الأمازيغية ضدها الآن بالنسبة للجزء الثاني اللي هو أكيد جغرافيا الجزء الثاني جغرافيا رحمته أولا بالتمرين الأول التمرين الأول اللي يعرف ما يلي يعطاني زوج كلمات ليهما الأرض وحركة الأرض كلمة الأولى اللي هي الأرض نعرفها الأرض هي ثالث كواكب المجموعة الشمسية بعدا عن الشمس وهذا بعد عوطة أرض والزهرة وتعتبر من الكواكب الأرضية وخامس أكبر كوكب في النظام الشمسي وذلك من حيث قطرها وكتلتها وكثافتها يعني الأرض هي ثالث كواكب أو ثالث كواكب المجموعة الشمسية بعدا عن الشمس يعني هي ثالثة بعد عوطة أرض والزهرة تعتبر من أكبر الكواكب الأرضية وخامس أكبر كوكب في النظام الشمسي وهذا من حيث القطر والكتلة والكثافة بالنسبة لحركة الأرض أو الكلمة الثانية تتحرك الأرض حركتان هما أو تقوم الأرض بحركتين هما حركتها حول محورها وحركتها حول الشمس يعني زوج حركات حركة الأولى لها حول محورها تتحرك الأرض حول محورها من اتجاه الغرب إلى الشرق وتكمل دولتها حول محورها مرة واحدة أو مرة كل 24 ساعة أي يوم كامل وينتج عن تلك الحركة تعاقب الليل والنهار أما بنسبة حركتها حول الشمس فهي تدور حول الشمس حيث تكمل دورة كاملة كل سنة أي 365 يوم وينتج عن تلك الحركة تعاقب الفصول الأربعة أو الفصول الفلاكية الأربعة الآن مع التمين الثاني في مادة الجغرافية الآن طلب مني أن نذكر ثلاث أنواع البحار بالإضافة اللي لازم نعطيه مثال لكل نوع من هذه الأنواع نبدو بأول نوع اللي هي البحار الخارجية بحار الخارجية تقعها على هوا ميش القارات مثلا بحر الشامل للنوع الثاني الآن البحار الداخلية وهي البحار التي تقع داخل القارات يعني تقع داخل القارات نذكر على سبيل المثال للحصر البحر الأبيض المطبس بالنسبة لآخر نوع الآن اللي هو البحار المغلقة البحار المغلقة وهي البحار التي تقع داخل القرات يعني تقع داخل القرات ومش متاصلة بالمحيطات مثلا بحر قزوين البحر الأسود والبحر الميت السياق الآن في الوضعية الإدماجية أكيد قال لي شد انتباه زاميلك زاميلك يتفرج في الخرائط العالم شد انتباه وتنوع التضاريس الموجودة على سطح الأرض يعني زر سندات السند الأول والسند الثاني في السند الأول قال لي التضاريس هي الأشكال الطبيعية المختلفة على سطح الأرض سمثل في الهضاب الجبال والسهول إلى آخر أما بنسبة السند الثاني قال لي السهول هي مساحات منبسطة ومستوية تتميز بأنها خصبة وصالحة للزير عينق المزعوفية تعليم الآن بالاعتماد على السندات المقدمة وعلى ضوء ما درست اكتب في قرام ثماني أسطور تتحدث فيها عن تضاريس الموجودة على سطح الأرض الوضعي الإذنجية الآن يستخدم مصطلح التضاريس كمصطلح في الجغرافيا للإشارة إلى موقع الأرض وعادة ما يعبر عن الارتفاع والانحدار واتجاه الخصائص التضاريسية تتمثل تضاريس في الجبال وهي معالم فيزائية الأرض تبرز عاليا على سطح الأرض يعني عاليا بناء أيضا الهذاب وهي مناطق مسطحة إلى حد ما تكون مسطحة إلى حد ما وتكون أعلى من الأرض المحيطة بها تكون أعلى من الأرض المحيطة بها وقد تكون المناطق المحيطة بها شديدة الانحدار ويشار إلى أن الهضاب تغطي مناطق واسعة من الأرض بالإضافة إلى السهول وهي مناطق مسطحة واسعة على سطح الأرض تمتد على مساحات واسعة وتمتاز السهول بالطربة الخصبة الصالحة للزراعة وأيضا السحاري وهي مناطق جافة ذات حرارة مرتفعة في العالم وتعبر السحراء عن الأراضي القاحلة وتشكل السحاري ما يقارب من 20% من إجمال لغطاء الأرض وتتميز بقية الأمطار أو إنهدامها بالإضافة إلى أن الإنسان تمكن من أنه يتأقلم مع مختلف الأشكال التظاليسية يعني الجبال والهضاب والصحاري ويبتكر العديد من طرق الملائمة لها مثلا تنويع الأشر الأنشطة يعني نشاط رح يتنوح حسب مستويات الارتفاع في الجبال موسيقى وفي نهاية هذا الفيديو أشكركم من كل قلبي وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع بالتوفيق مع سلامة موسيقى